موسيقى صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم لهذه الحلقة من كلام بيروت عشية أسبوع جديد يقع بين عيد الشعانين عند الطوائف الشرقية وعطلة الفصح الشرقي بدء من يوم الجمعة المقبل تبدو الساحة الداخلية مزدحمة بعنوين نيابية وبلادية في وقت تتفاقم التطورات الميدانية في سوريا بفعل تصعيد النظام السوري وحلفائه متسببا بسقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين هذه العنوين وغيرها وطبعا من موضوع رئيسة الجمهورية موضوع الحكومي وبداية مع تشريع في مجلس النواب نتابعها اليوم مع ضيفنا بالاستوديو مباشرة تنت دكتور داود الصايغ مستشار الرئيس سعد الحريري دكتور صايغ صباح الخير صباح الخير سيد سمي مثل ما ذكرنا بالمقدم من عيد الشعانين اليوم والاسبوع الجاي عدنا لفترة الأعياد والتمنيات بالأعياد دايما الأعياد هي موسم للتفائل نعم للنظر إلى الدام على كل حال بأعياد وبدون أعياد شوالا بينعاد على الجميع لازم نكون نظرتنا ونظرة اللبنانيين دايما في هذه الأجواء التي تزداد ارتباك دايما لجب التطلع إلى الأمام هايدي هي سنة الحياة وأنا عبلاحظ أستاذ سلمين في نزعة عند اللبنانيين وعند كترين لتجميع المشاكل للخروج بماذا بيجمعوا المشاكل طبعا في عنا شغل رئاسي طبعا في خلافات سياسية في انقسام في عدم قدرة على اجتمع أحيان مجلس الوزراء على تشريع الضرورة على هذي تعبير صرناها عم نستعملون كسوابي هلا بحكي لك أنا نعم لكن عقول شو النفع من انه نجمع المشاكل لنخرج بأي نتيج بأي نتيج عم نشوف جو ما لأك بوسائل الإعلام الأخرى كل يوم الإعلام عن فضيحة كل يوم الإعلام وبيروحوا بحققوا عم نشوف بعض النشرات أو بعض وسائل الإعلام عم تكون مهمتها الإثارة استهداف الأشخاص أكثر ربما من المراقبة لأنه الإعلام عنده مهمة هي المراقبة لكن عم نشوف البحث عن الإثارة تجميع المشاكل للإحاء للإحاء بماذا بأنه نحن خربنين لا نحن عم نعيش عم نعيش بمنطقة الشرق العربي سيد سلمان منطقة يصيبها الخراب اليوم وهو خراب كبير وذلك على بعد أيام قليلة من الزكرة المئوية الأولى لإتيفها إكسايس بيكو في 16 أيار 1916 وصال كثير من الحبر حول هذه الاتفاقية لكن هو أقل من الدماء التي صارت في سوريا بشكل خاص وفي دمار سوريا اللي رايحة للمشهول فنحن ربما سيكس بيكو جديد؟ نعم قيل هذا الكلام الاتفاقية جديدة للتقسيم؟ سوريا والمنطقة؟ نعم 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 هو على كل حال اتفاقي سيكس بيكو كالاتفاقية توزيع مناطق نفوذ وليس خرق كيانات اليوم الكيانات الموجودة بالشرق العربي يمكن معرضة للتغيير بحدا في قلك ما هو مستقبل سوريا بالعراق مش عب تزبط الصيغة الاتحادية شفنا بسوريا نوات لإنشاء دولة كردية مما خلى تركيا تنفعل وتدخل مباشرة في قضايا الشرق الأوسط شفنا استيس سلمان وهيدي ما حدا عم بيحكي عنا كتير من مدي نتنياهو رعي من جلسي لمجلس وزراء بالزولين بالزولين استفاد من هذا التفكك الحاصل من هذا الضعف في التضامن العربي بالرغم من هذا التقارب الذي يحصل واخره منهش تقارب وبس تجديد الأواصر بين مصر والسعودي لكن في استكمال هذا المشهد فينا نقول أنه كمان اليوم ما نجحت المساعي لعقد جنيف كليتي بسبب قدرة النظام على التخريب في كمان فينا نقول أنه داعش اليوم أصبحت مصدر قلق للعالم كله شفنا أنه يمكن من أسباب قرار وقف اطلق النار في سوريا خوف الغرب من استمرار تدفق اللاجئين إلى أوروبا توصل الاتفاق بتجميعهم في جزيرة لسبوس اللي زار البابا مؤخر نحنا اليوم كمان استرسل ليشن شوف هالمشهد في نهاية ولاية الرئيس أوباما هاللي عمين هي ولايته بحالة توتر مع الدول الخليجية مع السعودية دول الخليج واجه للمرة الرابعة بزار السعودية أثناء ولايته ولكن تجمع الأراء على أنه سياسته هاللي اختصرها للصحافة بلومبرغ بأنه عقيدة أوباما قصر فيها على حلفاء أمريكا السابقين في الدول العربية والخليجية وبالنتيجة اليوم أصبحوا في حال الدفاع عن سياسته تجاه سوريا على كل حال قيل في تميز بالموقف أوباما والدول الخليج والسعودية تحديداً في الموضوع الإيراني طرحت دكتور داود جملة عنوين كبيرة سنتطرق لها خلال هذه الحلقة ولكن إذا بدنا نعود إلى أزماتنا الداخلية اللي تقول أنه في ظل هذا الانهيار في كل في الإقليم لبنان يتأثر أيضاً رغم التسويق أنه مش حالتنا رايحين إلى الانهيار على الطريق نعم نحن نتفضل نعم ولكن نبدأ نحن وياك اليوم بكاريكاتور وتحديداً من موضوع مجلس النواب كما ذكر النائب وليد جملاط صحيفة الشرق بعدده الصادر أمس عملت كاريكاتور حول تقديم استقالة النائب وليد جملاط المجلس النواب الرئيس بري لقاه قائلاً وهون المعنى إذا بدنا نقول ما توخدنيش المجلس مسكر مش موضوع استقالي مسكر على كل شيء المجلس مسكر هلأ استقالة وليد بيك هي موضوع لحاله نعم وعنده أسبابه بيحترموها لكل وعبر عنها مؤخراً بحديث طويل لكن أنا عملت هالمؤدمة عن الشرق العربي قال لك أنه يجب وضع كل معانيها اليوم من أزمات في إطار ما يجري في المنطقة نحن في منأة نسبي عن هذا الخراب ولكن في عنا دور في منأة نسبي عم نتلقى هذه النتيجة هاللي أبرزة ادخالنا في محور هذا المحور الإيراني السوري حزب الله هاللي نعكس علينا بصورة مباشرة نعم واصرنا هلأ عم نستنبت حلول دستورية لمعالجة حالات سياسية مأزومة يعني أنا شخصياً بكل تواضع بعض الأنون دستوري صرنا عم نقول تفعيل عمل الحكومي شو يعني تفعيل عمل الحكومي يعني يجتمع صار اجتماع الحكومي حدث حدث الكاميرات كلها بتروح على مجلس وزرعة بيثوروا اجتماع الحكومي هاللي لازم يقول اللي هو شي عادي عمل روتيني بقيت اجتمع مجلس وزرعة مثلاً بفرنسا بيجتمعوا كل أربعة عنا كانوا اجتمعوا كل خبيل كل خبيل بالكيد اللي بيطلع الوزير أو كده حدا بيقرى المؤررات وانتهى الموضوع نعم هلأ أصبحنا في جو تقريباً رغبة بإدخال الكاميرات إلى مجلس وزرعة للنقل التداول وفيه بكل أسف عدد من الوزرعة بروحوا بيعطوا تقارير شو صار بالمجلس وزرعة ما ينصف ينصف في رأيي مهمة أساسية من مهمات السلطة والسلطة التنفيذية وهي تضامن الوزاري وسرية المداولات أصبحت مداولات مجلس وزراء تنقل إلى وسائل الإعلام وحتى فيه وزراء بيقولوا شو عملوا مش مدولة خلافات واليوم شفنا عم شوف وزراء فيه اتهامات من وزراء لوزراء آخرين نعم يعني ما عدنا بمجلس وين العمل وين الانتاج وين العمل قبل العمل وين السلطة وين السلطة يعني مجلس وزراء هو طبعاً تنوض به السلطة منوض به السلطة الإجرائية حسب التوصيف الدشتوري ولكن حالياً فيه عنده صلاحية رئيس الجمهورية الارتباك الحاصل لسببين السبب الأول هو مفهوم ممارسة صلاحية رئيس الجمهورية حسب روحية الدشتور اللي موجودة بعدد من المواد وبالأخص في المادة 74 نين وستين أربعة سبعين إنه هاي دي صلاحيات موقتي يعني بانتظار انتخاب رئيس كل الدستور مرتكز على روحية عدم جواز الشغور الرئاس نعم بانتظار انتخاب رئيس دكتور داود وهذا ما يجري النقاش فيه اليوم بمجلس النواب الرئيس بري أعطى مهل للقوى المسيحية وتحديدا بموضوع التشريع ليأدم جواب بموضوع أنون الانتخاب أو أولوية انتخاب رئيس الجمهورية جواب موصل لأنه انتهت المهل مبارح الرئيس السنيورة يقول بهذا الموضوع لأنه وقته كان الرئيس الحريري أكد أنه لن يشارك بجلسات لمجلس النواب في حال ما اكتم وضع قانون الانتخاب على جدوى الأعمال سنيورة رئيس سنيورة بيقول ملتزمون بأولوية أنون الانتخاب وبيشرح أنه إذا كنا غير قادرين مع أحق الرئيس السنيورة على الاتفاق على رئيس الجمهورية لحد الآن ومش قادرين نتفع على أنون الانتخاب وين بروح التشريع شو من عمل يومها الرئيس الحريري منحرصه على إبقاء الاتصالات وعلى الوحدة وعلى الحوار بين القوى السياسية وكان يومتها مطروح قانون استعادة الجنسية لأنه كان كان في عدد من المواضيع المالية لابد أنه تبحث وصارت بعض القوى على موضوع جنسي وموضوع أنون الانتخاب موضوع جنسي وموضوع قانون الانتخاب نعم وتعهد الرئيس الحريري بأنه على جدوى الأعمال اجتماع داني لمجلس نواب بيكون أنون الانتخاب في جدوى الأعمال اليوم كما أقول لك صرنا عم نحكي عن تشريع الضرورة شو تشريع الضرورة؟ متل تفعيل عمل شو تشريع الضرورة؟ تشريع عادي هيدا كله سيد سلمان نتائج خراب المؤسسات نتائج وضع الدستور تحت المطالب السياسية لكن اليوم طبعا فيه أمور بده تمشي بالبلد فيه تشريع بده يحصل عندك أمور عديدة بده محالجي عبير رفع مطالب بالأول كان انتخاب الرئيس وعدم جواز تشريع طالما الرئيس مش موجود وقاله بجوز الرئيس يرد الأنون هلا مين بده رد الأنون؟ بدنا رئيس لحتى يكون بدنا رئيس هلا خاصة أنون الانتخابات هيدا كان السبب مرة الماضية حتى يعني أحد النواب قال أزا الرئيس مش موجود كيف بده يرد الأنون؟ نعم هلا عبير رفع شعار أنون الانتخابات طيب أزا وضع على جدول الأعمال بوضع وما مش الحال؟ في حدا متفق على في مشاريع في عدد كثير من مشاريع أنون الانتخاب هل المجلس قادر أنه مجرد منه أدرجنا زيلك على جدول الأعمال حققنا شيء أنا أصدقه الأستي سلمان أنه عم تجرب الحفاظ على الحد الأدنى من الموجود من عمل المؤسسات يعني طبعا في مشاريع اليوم في مشروع سبق الاتفاق عليه بين القوات بين المستقبل والحجب الاشتراكي والقوات اللبنانية صح وفي غير مشاريع من بده نسبي من بده مختلط من بده أكسري هادي بده شغل كتير لكن ما في اتفاق علي يجري زيلك اليوم في ظل الانتخابات البلدية وفي ظل الاستمرار الحديث لانتخاب رئيس اللي هو أساس كل الشغور هو أساس كل ما نعانيه اليوم المشاكل بما في مجلس الوزراء شرحت لك إن كان بصلاحيات رئيس الجمهورية الخلاف عليها وإن كان بهذا بهذا الانقسام الحاصل انقسام الحاصل اللي بيعطي صورة عن عدم القدرة على التوصل إلى أرارات رئيس سنيورا يؤكد الالتزام بهذا التعهد ولكن يقول علينا تحمل المسئولية كما يقول بصحيفة المستقبل بحديث لألو وأنه نكمل الجد والأعمال في حال ما تم اتفاق على قانون الانتخاب وهون كمان موضوع الفريق يعني القوات والطيار والكتاب عند الموضوع المبدأة يستسار قضية الميساقية يعني الميساقية بالأساس موضوع مثل هيك يعني طبعا وعبيرد الرئيس بري بيقول أنا أبو الميساقية وما ممكن حدا نخلل بالميساقية اللي هي يعني تبقى الجلسات مضمونة من وجود بحضور كل المكونات شميع المكونات ممكن الرئيس بري يقدم على خطوة عقد جلسة وفي غياب لا فلهم تأكيدوا على هذا لا أعتقد الرئيس بري رح يسعى للوصول إلى حل نعم والحل بيتم التوصل له لأنه الجميع حارسين على هذه المصلحة البطنية العليا نعم وأنه في أمور بدأت تسير بالرغم من هذا الشغور وبالرغم من الخلافات القائمة أنا هيدا اللي بعتقده سيسلم الخلاف هو رئيس الجمهورية دكتور داود الأساس مش موضوع عنه الانتخاب نعم أنه الانتخاب ممكن أنه يبحث أنه الانتخاب كان دايما موضوع نقاش كبير في لبنان وبالأخص هلأ إذا أخذ بمبدأ النسبية الجزئية في بعض المواضيع في بعض المناطق هذا شي جديد على اللبناني لا النسبية ولا أكثر في جديد على لبناني يعني بيصيروا يقولوا أنون عصري شو يعني أنون عصري أنا هذا تعبير ما بوافق عليه أنون العصري يعني بجوز يكون ببعض الألية بالتقنيات لكن أنون الانتخاب الصحيح هو الذي يعكس واقع المجتمع وواقع السياسي وواقع التركيب البشري هذا هو الأنون شو يعني أنون عصري بجوز تحدث بطريقة الاقتراع ولكن أنون عصري مش معينتها أنه النسبية صارت أنون عصري لا مشان تحسين التمثيل يكون تمثيل صحيح هذا البحث اللي بتم على هالأزس يقال أنه بما أنه هالأد في مشاريع وفي تباعد وفي انقسام أنه قد حضود أنون الستين رجعت تتقدم إذا ما أقدر ما طالب أستاذ سلمان عم بيصير في حكي بأنون الستين مثل ما صحفي هلا أبي حكو أنه كمان يمكن انتخابات البلدية تتأجل رح تصير وبعض في ناس بقولوا تتأجل رح نحك بلدية أكل حق أو غيره هايدي شرحها وشرحها رئيشة حريري ألتا مرة نعم باعتقد معظم القوى من فتحها على التعاون فيما بينها مشين مشين أنون الانتخاب ودايما استنظر من أنون الانتخاب كان تقريديا هو موضوع منقشة طويلة و لأنه فيه فيه مصالح القوى السياسية وأنون الانتخاب هو المؤسس لتطور الحياة السياسية في لبنان وهو المؤسس فيه نقول للتجديد مع أنه أنا كلمة طبقة سياسية ما أحبها ولكن لزهور وجوه جديد نعم لزهور وجوه جديد ممكن أنه أي أنون الانتخاب يعطي فرصة لشخصيات من المجتمع ما صلى أنه تظهر قبل هل نحن بحاجة لتجديد ما أبتقول بين مزدوجين هذه أو لإدخال دم جديد إلى الحياة السياسية المجتمع بلبنان كتير غني طاقات كبيرة كتير بلبنان و أنا بظل يمكن قلت عندك مرة أنقذ لبنان بسبب الطاقات الموجودة بالمجتمع لأنه السياسيين نحن خربنين يمكن ما بلغ إذا قلت نحن بالسياسي متخلفين لكن المجتمع متقدم متطور يضاهي أفضل مجتمعات العالم بدون العطمة جاية بتشوف اليوم قداش في أفكار قداش في شباب قداش في متخرجين الناس حابين يدخورته بالعمل العام بس هل بخوفه بخوفه السياسيين وقت صارت مظاهرات بالسن الماضي ارتفعت شعرات متقدمة صار في طاعات هلأ خربت مظاهرات لأسباب تانية ولكن أي أنون انتخاب إن كان نسبة أو أكسر أو مختلط على مستوى لبنان كله أو على مستوى القضاء ومستوى الحافظة لازم ينعطى فرصة لبروز وجوه جديد شابي أو غير شابي تقدير تجيب على المجلس النيابي أفكار جديدي وتجيب على مجلس وزراء على تحمل المسئولية أفكار جديدة أنه نحن اليوم أنا بتأسف وصرنا بحالات بحالات اتهامات عبتحبت الناس وعبتنقل هالتليفزيون عم نشوف بعض الوزراء بينتقدوا وزراء زملائلهم بتجي يعد حدو تاني يوم وباتهمهم بالفساد وبتعبير على كل حال راح نتابع دكتور داود الصيغ بعد الاستراح الأولى موضوع لئيس الجمهورية في كلام حول هذا الأمر وأيضا موضوع الانتخابات البلدية اللي كنت عم بتقول أنه حتصير وبعد في تشكيك بعدم إجراءة ابقوا معنا مشاهدينا بعد هذه الاستراح اشتركوا في القناة